انا الوانس محمد عبدو انا الفاوندر لشركة او الستارت اوب اللي هي بلوك ريت دوت اي او دي مختصة بشغل الديجتال كردينشلز او الديجتال سرتيفكتز على البلوك تشين سريعا عشان الوقت في سؤال مهم جدا قبل ما تقول انت حتشتغل على بلوك تشين ولا لا لازم تعرف البزنس موضل بتاعك ايه المشكلة اللي انت حتحلها بالبلوك تشين عشان احنا عارفين ان دلوقتي كلمة بلوك تشين بقى التريندي صح وبقى كل واحد عايز يتلع عايز يوه صح بس المشكلة لو انت بتعمل كده تنبأ بفشل ليك سريع طيب انا روح للبلوك تشين دي امتى في سؤالين لو انت جوبت عليهم وطلعت الاجابة ايوة روح للبلوك تشين لو انت لقيت الاجابة لقى خليك زي ما انت شغال بقى او ايه هو الابليكيشن بتاعك اول سؤال الترست هل البزنس موضل بتاعي او الابليكيشن بتاعي في مشكلة في الترست هنا لو جيت قريت اول ميلي اللي ارى الوايت بيبر بتاعت بيتكوين اول تلات سطور هو بيقولك ايه مشكلة الترست بتاعته هنا عرفها في اول تلات سطور قالك انا ده عشان انابل الترانزاكشن من غير مروح للفاينانشال انستيتيوشن صح؟ يبقى هنا هو عرف ان في عنده مشكلة في الفاينانشال انستيتيوشن فيه ترست بروبلم ما بينه وما بينهم بياخدوا وقت وبياخدوا كوميشنز واتيفر ايه اللي بيحصل اوكي؟ لو انت البزنس بطل بتاعك ما فوش ترستنج اشو ما تروحش البلوكتشين لان ما فيش لازمة لكل الهصل اللي انت حتخش فيه ده زي ايه مثلا؟ التايتلينج انتو عارفين ان امريكا امريكا مجاحة عندها 25% مشاكل في التايتلينج التايتلينج بتاع الريل ستايت يعني شقةك او الارض بتاعتك لما تبقى متسجلة في الشهر العقاري عندهم مشكلة في حوالي 25% فبراير اللي فات اعلانوا ان هما عملوا اول تايتلينج على البلوكتشين في مشكلة تراست موجودة في شركات التايتلينج هناك فبدأوا يروفوا ناحية البلوكتشين كجابرمنتل ايه؟ اوبريشن يبقى اول حاجة مهم ان انت تعرفها موضوع التراست مفيش تراستنج اشو موجودة عندك في البزنس مودل بتاعك اي بريفير ان انت في رأي المتواضع ما تروحش ناحية الحتة دي خادص حاجة تانية مهمة جدا الريجوليشنز لان انت ممكن تبقى في عندك تراست بروبلم في البزنس مودل بتاعك او في الابليكيشن بتاعك وانت عملت الاناليسيز والاركتكشير بتاعك مصبوط وبنيت بس الريجوليشنز منعاك في البيمينز بتلاوي دايما اي حاجة ليه علاقة بالبنوك الريجوليشنز صعبة جدا فيها وانا احتكت شخصيا بالموضوع ده صعب جدا الريجوليشنز بتاعت البنوك في منتهى الصعوبة عشان تبتدي تاخد موافقات والموضوع ده مش سهل تمام؟ فلو انت الريجوليشنز في الاريا او بلاش في الاريا الماركت بتاعك اللي حتبرموت الابليكيشن بتاعك فيه لو الريجوليشنز بتسمح في وجوده جوه ما بتسمحش حتلاقي نفسك خلصت وفي نفس الوقت ايه مش عفتعمل حاجة عارف تبرموت الابليكيشن مش عفتعمله ماركتين ليه؟ لان الريجوليشنز منع استخدامه اصلا فيبقى التراستنج ايشو حلتها والريجوليشنز حلتها؟ جوه اوكي طيب في عندي تشالينجز هم كتير بس انا من وجهة نظري الطائلة هم اربعة مهمين جدا اول حاجة احنا بنحلقات دلوقتي و احنا عادين اللي هي ايه؟ الاورنس والاندرستاندين لازم الناس تفقى فهمة يعني ايه بلوكتشين؟ فوقوسئية الكونسبت البيزيك كونسبت لانك لو مبتعملش اورنس الناس مبتعودش مع بعض طب ايه المشتبه؟ الناس مبتعودش مع بعض في البيتون ليه مثلا؟ حاجة استابلشت خلاص في الويب اركيتيكشن حاجة استابلشت الناس بلوكتشين اتسانيو انبيشن صح؟ فلازم يحصل فيه ديبيت كتير يحصل فيه مناقشات كتير يحصل فيه ناس تطلع بموضل وناس تكتشف فيه اخطاء فتعدلوا لغاية ما توصل لمرحلة الفول ادابشن حواليكو تشارف بعد شوية بيوري الاختراعات في الحياة بتاخد وقت عشرات يمكن مئات من السنين عشان يحصلها الفول ادابشن فعشان كده لازم يبقى فيه اورنس لازم يبقى فيه ادوكيشن لازم يبقى فيه تريني لازم ناس كتيره تقعد مع بعض لازم ستارتابس تطلع لازم يحصلها فاندنج لازم شوية منهم يقعوا فيشوف المشاكل فتحل عشان الايكو ساستم بتاعك يكبر لان غير كده هتلاقي فيه مشكلة الكالتشر الناس لقوا ان مشكلة طلوع البلوكتشين مش في حتة الديفلوبمينت قوي قد ما هي في حتة الكالتشر لان انت لو حلت السؤالين الاولانين بتوعك وطلعت وانت في بيئة الكالتشر بتاعتها مش فاهمة يعني ايه انه هو يسيكيور الوالت بتاعته مش فاهمة يعني ايه واهميته وانه هو لازم يطبع السيد بتاعه ويشيله في مكان امن مش فاهمة يعني ايه بتحصل ما هو مفيش كالتشر اي حاجة عشان تطلع وتكون او تشتغل وتكبر لازم الكالتشر الميديا بتاعتها الناس بتستخدمها لازم يبع عندهم فاهمة ووعي ليها لان دا لو مش موجود برضو مش هتطلع فدي من اللي بتقابل ايه البلوكتشين ستارتاوس او البلوكتشين أبليكيشن بصفة عامة انا رجعت كده طيب الكاست اوف ديفلوبمنت الكاست اوف ديفلوبمنت الكاست اوف ديفلوبمنت عالية جدا ليه لانهما بالاحصائيات على الويب سايت بتاعتي الفريلانسين والحاجات دي لقوا ان حوالي بوينت او ون بوينت او ون بس من الديفلوبرز هو اللي لو بص على كود حيعرف ان دا ايه بلوكتشين مشكلة عايز تطلع بابليكيشن عندك دسترابشن عندك ايدياس كتير اندسترز كتير عايزة البلوكتشين وما فيش ديفلوبرز ديفلوبرز يطلعو لك كيلين كود عشان يبع الموضوع واضح ممكن تلاقي ديفلوبرز بس عشان يطلع لك كيلين كود او او مش كتير فبالتالي الديماند عالي وده بيؤدي لا ايه الكوست بتاعت الديفلوبمينت بعالية جدا انا محتاج ديفلوبرز كتير ديفلوبرز مش كتير موجدين فالكوست بتاعتهم عالية بعد كده ودي تكلمنا فيها الريجوليشنز والجاورنينز دول من اكبر اربعة تشالينجز او ثريتس ممكن تواجه اي بلوكتشين ستارتوب عشان يطلع بالابليكيشن بتاعه ويشوف النور من الحاجات اللي بنتكلم فيها اللي بنتكلم فيها اللي بنتكلم فيها موضوع الاورنس الاورنس لازم يبدأ من البايزك اندرستانيج لازم تفاهمين كونسيب كويس جدا انا بتكلم بأسيوب ان اغلب اللي موجودين الناس ديفلوبرز عايزة تروح للاندستري طيب انا هسأل سؤال بنعمل تسك كده بسيط لو قلنا مين اللي عمل بلوكتشين ده واحد يعمل اتنين تلاتة مين اللي عمل بلوكتشين غالب اول الفاتل مستيك دي انت لو جيت حتى دخلت على اه ده مش حاجة عيدة ده تسعين في المية من الناس انا شوفك تخضيط تسعين في المية من الناس خمسة و تسعين في المية عندهم البيزك اندرستانيج في مشاكل على ويكيبيديا في اكتر من كده تبص السطح تحت ده بلوكتشين باي ساتوشي ناكامو ده خطأ واضح تب اقولك حاجة اللي قرى البيبر كم مرة ذكر فيها بلوكتشين في البيبر بتاعت البيتكوين كم مرة ولا مرة الراجل ما قال لا هو حتى في الميلز بتاعته في التوكس اللي موجودة على البيتكوين أو البيتكوين توكس مفيش ان هو قال انا اخترعت ده او انا اوجات ده لان البيتكوين أو البيتكوين ده قام على اربع كونسيبت من ضمنهم موضوع البلوكتشين طب البلوكتشين دي جات امتى هتيعرف سنة واحد و تسعين واحد و تسعين واحد و تسعين في بيبر طلعت على اللينك ده اللي عايز يقرأ هتبص تلاقي البيتكوين دي شرحت كل البيتكوين بتاع البلوكتشين لانه كان عايز يحل مشكلة ايه يحل مشكلة التايم ستامبين للديجتال انا دلوقتي عندي عايز احل مشكلة التايم ستامبين بتاعته فالبيتكوين دي طلعت سنة واحد و تسعين لو تقراها هتعرف ستوشي دي عمل ايه بيديك بقى المودلز بشكل علمي ازاي حل المشكلة دي حتى لو رجعت بعد كده تقرا البيبر بتاعت البيتكوين هتلاقيه يقولك ايه تايم ستامبينج سيربر صح؟ في عنوان كده مش واخدة مني بس هو الكونسبت العلمي اتوجد سنة واحد و تسعين بس مفيش حد استخدمه فالبيتكوين لما طلعت اول ترانز اكشل هتتم عشر سنين يناير اللي جاي تلاتة يناير هيتم عشر سنين اكبر بلوكتشين طلعت مفيش حد استخدم الكونسبت العلمي ده الا الراجل ده او استخدمه ضمنيا مع حاجات تانية اوكي؟ المشاكل دي عشان تبتدي تحلها الايكو سيستم عشان تبتدي تكبره محتاج مجرود ووقت كبير بصوا بكده مش عارف واضحة بس هتلاقي مثلا الراديو ويفز والحاجات دي خدت عشان توصل لثمانين في المية ادابشن لها قرب من عشرين اربعين سنة وما كانتش وصلت للهندرد برسنت ادابشن فلما انت تبتدي تبص عايز تقطحي من المجال ده وتشوف ايه الدنيا وتبص تلاقي تسمع بقى وانت تبتدي تتعلم هايبر ريليجر فابري ايتيريا مالتي تشين ريبر هتسمع حاجات كتير هتبتدي تخش بكل حاجة فيهم عشان تحاول توصل لكونكلوشن كده معين تبني بالستراتيجي بتاعتك انت هتروح اكوردن للمشكلة اللي عندك في الابريكيشن بتاعك هتروح انه ناحية انت رايح هنا ولا رايح هنا لانك لما هتبتدي تقرى كمان شوية في الموضوع هتبص تلاقي ان فيه البابليك بلوكتشين وفيه البرايفت بلوكتشين صح؟ حد بدأ يقرأ ووصل للموضوع ده هتبص تلاقي فيه دبيت كبير جدا وناس عمالة بتتناقش علميا ومش عارفين يوصلوا لحل في حتة بس موضوع البرايفت والبابليك ده ايش واحدة ما بقالك بقى بموضوع المشاكل دي كلها عشان تتحل فتلاقي ناس تروح تقول والله اصل البرايفت دي انا مش هتبرها بلوكتشين ليه؟ عشان هي مش ديسنترلايزد واحد تاني يجي يرد عليه قوله لا خلي بالك هي ديسنترلايزد بالكونسبت بتاع النيتوركين انها ديسنترلايزد مش موجودة في سيرفر في مكان واحد بس هي مش ديسنترلايزد من ناحية البرميشن ان انت لازم بتدي برميشن لكل نوت فهنا اصبح فيه شكل من اشكال التحكم صح؟ فعشان كده ببعض الناس يروح لناحية البرميشن ما يعتبرهاش انها حاجة ايه؟ انها تتبع البلوكتشين لغم انها ممكن يبقى فيها شكل من اشكال الماينينج بس هو لا انا عايز انا عايز اخدها كلها عايزها كل انا قريته اطبقه طيب ما فيه يوز كيسز عشان احيل حاجات كتيرة بروح استخدم البلوكتشين فيها زي البانكينج سيكتور ما هو البانكينج سيكتور ده يا جماعة اكتر حاجة في الدنيا سنترلايزد صح؟ قوانينها بتتغير بصعوبة طيب هم دلوقتي حضرتك متخيل وهم كل البنوك بتأنونس عايزين نروح للبلوكتشين وفيه بعض البنوك خدت خطوات ودخلت كونسورتيومز عالمية برا وفيه بعض البنوك برا مصر في الاريا في المينا ريجين بدأت تطبق يوز كيسز فعلا اوكي؟ فهتحل المشاكل دي ازاي؟ لازم يبقى فيه أورنس ولازم يبقى فيه أدوكيشن عشان تبدي الناس تتعلم أكتر وقت يعني انا ممكن انا رجعت هنا كده خلصت كنت عايز تكلم فيه فلو اي حد عنده سؤال سريع انا خذيني 2 مونتس؟ طيب اي حاجة اي حاجة انا جاهز بالنسبة للدوبرمينت هل ممكن الدوبرمينت تكون مقامة لإبادة دورة تتعلم عشان يعرفوا اللي يحصل عشان مثل المشاكل لما كانت عايز تعرف تفتح موبايل من معرفش؟ لان اصلا الدوبرمينت كام واحدة بتقول انها هتروح عندك شغير دبي قالت لك عشرين عشرين انا حرن بس في حد رن مشكلة كبيرة يا جماعة العمل ورن ده بيبقى بطل يعني اللي عمل وطلع وشغال ده بطل انا معرفش جابت الصلاة هنا بقى التحدي هنا بلوك ريت ليه علاقة يعني الجامعات لو عايزة تستخدمها احنا عشان شفنا مشكلة صعوبة والاختيار احنا بنحاول نطلع بلوك تشين بتاعتنا هتخليك ان انت تشتغل في الليير اللي فوق ما تخشش في اللييرز اللي تحت يعني تخش تقتحم الموضوع من اول مش من الديتا واللييرز اللي تحت وموضوع عشان توصل انت عندك 14 الاجوريتم عشان تبتدي تذكرهم وتحفظهم وتشوفهم وتطلع احنا بنطلع بك شوية بنطلع الليير اللي فوق يعني بنعملك زي تخش تطلع الحتة الجزئية في الابليكيشن بتاعك اللي فيها طيب طبع 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 في بلوكتين طبع 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 استخداما ان انت كل العقود دي او كل الريجستراشن دي بيعتبر تسجيل العقد اذا ترانزاكشن كلمة ترانزاكشن في البلوكتشين مش شرط تعني ترانزاكشن او فلوس رايحة جاي الترانزاكشن هي ان انت تسجل الجزئية بتاعت مثلا في العقود اسجل العقد ده تسجيل العقد ده حيبقى على البلوكتشين ده طبعا حيبهاي لانك هتقدر تمنع التزوير فيش تامبرينج هيحصل لأي حاجة موجودة جوه بس هل هتستخدم ليها عشان ترانزاكشن بلوكتشين وتبقى ترانزاكشن قدام الدنيا كلها هتستخدم كريبتو طب هستخدم كريبتو او لا تلدي بيت المواقع ما بين الحكومات وما بين البلوكتشين والدنيا دي بس في حلول فيها شكرا جدا لكم